يا هلا والله هذه سالفة أخوي أخوي متزوج واحدة من خارج قبيلتنا يموت يموت فيها كل العيلة كانت رافضة مرة أن يتزوجها لكن في النهاية يتزوجها غصبا عن الجميع المهم قبل سنوات كان عنده دوام بالرياء وبعد ما طلع من الدوام رجع البيت وكان يتقطق على الجوار وزوجته كانت في الشرقية هي وعياله عند أهلها فكانت هي ترسله صورتها وهو لحظتها كان يعني خلاص ميت دايخ دايخ من النوم يأخذ غفوه ويصحه وكم مرة فيه نوم فراح سوى تحويل للصورة صورة زوجته على قروب الجماعة بالغلط فما كان يعني وقتها في حذف للصور وكذا المشكلة يعني هو على طول نام ما أنتبه أنه أرسلها راح طفل جوال ونام والعالم صارت تحرق الجوال تدق جواله مقفت فاللي صار أن ولد عمي اللايج زاخير لحظتها أرسل بالقروب أنه تكفون يا الرجاجي يلحذفوها بالغلط بالغلط ويطلبهم من الصورة يعني ما تنتشر فكانوا في القروب أكثر من شخص لما نأخوي صحى من النوم وعرف السالفة على طول جاه هبوط بالضغط وتعب علينا وجلس بالمستشفى شهر كامل والضغط عنده ما ينتظم أبدا وزوجته حتى هي تعبت يعني وانصدمت من السالفة أصلا في البداية كذا تحملت ورجعت عند أخوي لكن بعد فترة كذا تركته فصارت ترسل لنا يعني رسائل سب وشتم لنا والأخوي بعد كذا راحت للمحكمة وخلعت أخوي وهو مسكين يعني والله العظيم اللي سواه بالغلط كل اللي صار بالغلط حاول أن يراضيها وراحوا أولاد عمي وناس من جماعتنا وأخوان يعني عندهم واعتذر منها ومن أهلها على اللي صار واعطاهم حتى يعني مئة ألف ريال لكنها رفضت أنها ترجع هي الحم مع أولادها عند أهلها يعني كل ستة أشهر كذا ترسل الأختي تتطمن عليه مع أنها خلعته بس تقول يعني من باب أنه أبو أولادي أطمئن عليه وأخوي والله العظيم أنه حالته حالة يعني انتكست حالته الصحية صار يتعالج من دكتور لدكتور نفسي وأنا وأخواتي كل شهر يعني واحدة تأخذه عندها شهر تهتم فيه وهو مواعده يعني نوديه للمستشفى فأتكفون اللي تجي عيونه على هذا المقطع ويسمع هذا الفيديو ويدعيله بالشفاء يعني حتى أولادها ما صار يعرفهم فيارب أنك تشفي أخوي وتردل صحتها وعافيتها وعوض عن كل شي صار له يعني من وجع وألم وتحفظ له أولاد وتصلحهم ويعوض يا رب زوشته عن كل ألم أصابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر